بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين وصلنا إلى قول المؤلف العلام محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الشهير بالحطاب المالكي المذهب المتوفى في سنة تسعمائة وأربعة خمسين قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على علامات الإعراب قال وللجزم علامتان وجه الحصر الاستقراء السكون وهو الأصل والسكون ليس حركة وإنما هو عدم الحركة تمام؟ قال والحذف وهو نائب عنه قال وللجزم الجزم معناه في اللغة العربية القطع تقول مثلا هذا القول أو هذا مذهب الشافعي جزما أي قطعا أي بلا خلاف واضح؟ الجزم معناه في اللغة العربية القطع ومعناه هنا قطع الحركة أو الحرف عن الفعل قطع الحركة أو قطع الحرف عن الفعل إذا قطعت الحركة حل السكون وإذا قطع الحرف فالحرف الذي يقطع أحد حرفين إما حرف العلة وإما النون في الأمثلة الخمسة فقال هنا وللجزم علامتان السكون وهو الأصل والحذف أي والحذف لحرف العلة أو والحذف للنون وهو نائب عنه أي والحذف نائب عن السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر للفعل المضارع الصحيح الآخر بكسر الخاء والمراد بقوله الصحيح الآخر أي ما ليس آخره حرف علّة ما ليس آخره حرف علّة الذي لم يتصل بآخره شيء أي لم يتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطمة نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هاتان الآيتان تضمنتا ثلاثة شواهب من يعرف الشاهد الأول لم يلد بسم الله لم يلد خطاب لم حرف نفي وقزم وقلب لماذا قيل في لم حرف قلب لأنه يقلب زمن الفعل المضارع إلى الماضي لم يذهب أي في الماضي أحسن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة قزمه السكون هنا السكون علامة على القزم أحسن ولم يولد من يعرب لم يولد لم يولد فيصل لم حرف نفي وقزم وقلب أحسن يولد مجزوم بلم وعلامة قزم السكون في يلد الفاعل مستطر تقديره هو يعود على المولى عز وجل في يولد نائب الفاعل مستطر يعود على المولى عز وجل لأن يولد فعل مغير الصيغة ولم يكن له كفوا أحد من يعرب من يعرب من يعرب نعم هابين فهذا لماذا لم ترفع إيدك تفضل يا هابين لم لم حرف نفي وقزم وقلب أحسن فعل مضارع مكزوم بلم صح ويكون هذا متصرف من كان الفعل الناسخ التي ترفع الأول وتنصب الثاني صح فضل له جار مجرور اللام حرف جار والها ضمير متصل مبني على الظنف في محل جار بحرف الجار أحسن أحسن كفوا خبر يكون مقدم منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره أحد اسم يكون مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره تقدير الآية لم يكن أحد كفوا له فله الجار المجرور متعلق بقوله كفوا واضح أحسنتم أين الشاهد يا هابيل يكون حيث كان الفعل مجزوما وعلامة قزمه السكون أحسنتم قال وأما الحذف فيكون علامة للقزم في الفعل المضارع المعتل الآخر ما معنى المعتل الآخر قال وهو ما كان آخره حرف علة ما كان في آخره حرف علة هذا معتل هذا اصطلاح النحاة والصلاح علماء الصرف أن المعتل ما كان في أحد حروف حروفه الأصلية حرف علة سواء في أوله أو في أوسطه أو في آخره ولذلك الفعل وعدأ وعدأ هذا يعد معتلا عند الصرفيين وإن لم يكن محتلا عند النحاة والفعل قام هذا يعد معتلا عند الصرفيين لأن في وسطه حرف علة واضح وإن لم يكن معتلا عند النحاة بل هو عند النحاة صحيح الآخر واضح لماذا سميت حروف العلة حروف علة العلة معناها في اللغة التغير ولذلك يقال فلان عليل أي تغير صحته بعد أن كان صحيحا أصبح مريضا فيقال به علة فهو عليل فحروف العلة العلة معناها التغير وسميت حروف علة لأن بعضها ينوب عن بعض فيكون مثلا الألف في صام وقام أصرها إيش أصر الألف صوام صح الواو وفي باع أصر الألف إذا بعضها يغير بعضا ويحل مكان بعض فسميت حروف علة لهذا الأمر فهمتم فقال هنا وحروف العلة الألف والواو والياء ثلاثة فقط في اللغة الإنجليزية خمسة صح هروف العلة في اللغة الإنجليزية كم كانهم لا يعرفون خمسة عبد الله قل لهم كم هروف العلة في اللغة الإنجليزية ا ا ا صح ولا لا ا ا خمسة لا حروف العلة في اللغة الإنجليزية كم خمسة عندنا كم ثلاثة نعود للنحو انتم قلصونا فقط وحروف العلة الألف والواو والياء نحو ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله من يعرب محمد سقفي تعرب تعرب فضل الواو بحسب ما قبلها لم حرف نفي وقزم وقلب احسن يخش فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة قزمه حذف ما هو انطق بالفعل المضارع الألف وهو الألف احسن والفاعل تقديره هو ضمير مستدر جوازا تقديره هو إلا أداة حصر أداة حصر الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم تمام إذن الشاهد هنا ان علامة القزم ما هي ما هي علامة القزم هنا حذف حرف العل وهو الألف واضح الذي بعده ومن يدعو مع الله فجري أعرب الواب حسب ما قبلها يدعو قبل ذلك ومن يدعو الواب حسب ما قبلها من أداة شرط تجزم فعلين نعم اسم شرط يجزم فعلين ومن يدعو نعم يدعو فعل الشرط مجزوم حذف حرف العل وهو الواب ومن يدعو مع الله مع حرف جر مع حرف جر اسألكم مع حرف جر أو ظرف ظرف نعم أحسنت وهو مضاف واسم الجلالة مطلوب للمضاف أحسنت من يهدي الله من يهدي الله هدفي أعرب اسم شرط أحسنت يهدي فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العل وهو الياء الله اسم الجلالة فاعل مرفوع فاعل مرفوع أحسنت منتاز طيب أسألكم سؤالا من يهدي من قال اسم شرط يجزم فعلين صح طيب ما محله الإعرابي مبتدى مبتدى آخر كلام لماذا قلت مفعول به لأن بعده فعل متعدي لم يستو في مفعوله في محل نص مفعول به هذا درسناه هذا درسناه الذي بعده من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله إيش هذا بيكون اسم شرط جازم مبني على السكون في محل في محل إيش نص بإيش مفعول به لأن بعده فعل متعدي لم يستو في مفعوله هذا فعل متعدي أو لا هذا الله المتقين نحن متعدي لم يستو في مفعوله إذن من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نص مفعول به هذا درسناه فذاكروه حتى لا تنسوا قال وفي الأفعال هذا الموضع الأول يكون الحذف علامة على قزم الكلمة في الفعل المضارع المعتلى الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون وهي الأمثلة الخمسة نحو إن تتوب إلى الله إن تتوب إلى الله من يعرب فضل يا عزام إن حرف شرط يكزم فعلين هل يوجد من حروف الشرط ما يكزم فعلين غير إن هل يوجد من حروف الشرط ما يكزم فعلين غير إن إن تكزم فعلين صح طيب غيرها إذما على الصحيح إذما تكزم فعلين وهذا أيضا مرة معنا واضح وبقية ما يكزم فعلين أسماء واضح والحروف التي تكزم ستة فقط إن حروف التي تكزم تمام فعلا واحدا الحروف التي تكزم فعلا واحدا ستة ما هي فعلا واحدا لم ولما ألم ألم لام الأمر والدعاء ولا الناهي والدعاء ستة قال هنا إن تتوب تتوب أحسنت أحسنت الشاهد هنا في قوله تتوب حيث كان حذف النون علامة على جزم الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين وهذا مثال لفعل المضارع اتصل به الآف الاثنين الآن سيمثل لفعل المضارع اتصل به وهو الجماعة فقال وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا محمد عبد الحكيم أحسنت نعم نعم أحسنت إن أداة شرط حرف شرط يجزم فعلين تصبر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ممتاز هنا الشاهد في قوله تصبر حيث كان مجزوما وعلامة جزم حذف النون واتصل بالفعل المضارع واو الجماعة الأول ألف الاثنين والثاني واو الجماعة الثالث حلمي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني أحسنت ألواب بحسب ما قبلها نعم أحسنت تخافي أحسنت تخافي فعل مضارع مجزوم بلا الناه وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة وهذا مثال لفعل مضارع اتصلت به المخاطبة إذن أتى بمثال لفعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وبمثال لفعل مضارع اتصلت به والجماعة ومثال لفعل مضارع اتصلت به المخاطبة ما شاء الله جميل وأول أتى بمثال لما حذف منه الألف ولم يخش ولم يخش إلا الله وبمثال لما حذف منه الواو ومن يجع مع الله وبمثال لما حذف منه الياء ومن يهدي الله جيد طيب إذا تقرر هذا نكون انتهينا من هذا الفصل المهم من هذا الكتاب قبل أن نشرع في الفصل الذي بعده نريد أن ننظر في السبورة انظروا معي سننظر في السبورة وأرجو منكم أن تدونوا الملاحظات التي سنقولها سنذكر بعض الملاحظات خمس ست دونها واحدة واحدة كقواعد انتبه معي الإعراب رفع ونصب وخفض وقزم لاحظ معي في العلامات الأصلية ما هي العلامة الأصلية للرفع الضمة ما هي العلامة الأصلية للنصب ما هي العلامة الأصلية للخفض الكسرة ما هي العلامة الأصلية للجزم السكون ماذا تلاحظ تلاحظ أن العلامة الأصلية للرفع والنصب والخفض والسكون كلها حركات تلاحظ أن العلامة الأصلية للرفع والنصب والخفض والجزم كلها حركات إلا الجزم فسكون وهو عدم الحركة واضح؟ هذا عدم الحركة إذن هنا العلامة الأصلية حركة العلامة الأصلية حركة هل يوجد حرف هو علامة أصلية؟ لا يوجد إذن أول ملاحظة أن العلامة الأصلية لكل نوع من أنواع العراب لكل قسم من أقسام العراب هي حركة إلا السكون عدم حركة هذه الملاحظة الأولى كتبتم أو لا أيش الملاحظة الأولى العلامات الأصلية كلها حركات إلا السكون عدم حركة واضح طيب ملاحظة ثانية أن الحروف التي تكون نائبة عن الحركات الأصلية أربعة هنا أي حرف موجود أي حرف موجود الواو والألف وعذف النون وهنا ثبوت النون عفوا وهنا ما الذي زاد الياء طيب وهنا الياء موجودة معنا وهنا حذف النون أو حذف حرف العلة واضح إذن الحروف التي تنوب الحروف التي تنوب عن الحركات الأصلية كم على لدها أربعة ما هي الواو الألف الياء النون ثبوتا أو حذفا النون ثبوتا أو حذفا إذن الحروف النائبة عن الحركات الأصلية كم على لدها أربعة فقط واضح أربعة هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة هل يوجد أو هل توجد حركة نابت عن حركة أو لا في كم موضع ها في في موضعين فقط حركة نابت عن حركة في موضعين فقط الموضع الأول هنا الكسرة نابت عن الفتحة في نصب جمع المؤنث السالم الكسرة نابت عن الفتحة في نصب جمع المؤنث السالم جميل الموضع الثاني هنا الفتحة نابت عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف الفتحة نابت عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف جيد طيب هذه كم ملاحظات الآن ثلاث الرابعة أن أكثر أقسام الإعراب علامات هو النصب وأقل أقسام الإعراب علامات هو الجزم أكثر أقسام الإعراب علامات النصب لماذا النصب كم عنده علامات خمس علامات أقل أقسام الإعراب علامات الجزم كم عنده علامات عنده علامتان جيد لاحظ معي نحن هذه الملاحظة الآن رقم كم؟ خمسة درسنا من قبل أن الأسماء لا يدخلها الجزم صح؟ ولديك هنا في الخفض الذي يختص بالأسماء لا يوجد فعل وهنا بالجزم الذي يختص بالأفعال لا يوجد اسم فالجزم علامته السكون وعلامته الحذف وكله في الفعل المضارع الخفض علامته الكسرة الأصلية أو اليا أو الفتحة وكله في الأسماء في الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير وهو اسم جمع المناث السالم وهو اسم المثنى وهو اسم جمع المذكر السالم وهو اسم الأسماء الخمسة وهي اسم الاسم الذي لها الصرف ملاحظ رقم ستة كم عدد علامات الإعراب كلها نعدها معا نكتب الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثناء عشر أو اثنتاء عشرة علامة ثلاثة عشرة علامة أربعة عشرة علامة كم؟ أربعة عشر كم الأصرية منها؟ كم الفرعية منها؟ عشر واضح؟ هذا يلخص لك كل ما درسته وما سيأتي في الفصل الذي بعده إعادة لما سبق لكن بطريقة أخرى الفصل الذي درسناه علامات الإعراب فيذكر لك الرفع وعلامات الرفع النصب وعلامات النصب الخفض وعلامات الخفض الجزم وعلامات الجزم جميل الفصل الذي سندرسه ليس هكذا بل يأخذ لك المعربات ثم يقول لك المعربات هذا كذا كذا هذا كذا كذا فمثلا المثنى يقول المثنى يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء الأفعال الخمسة هذه ترفع بثبوت النون تنصب وتجزم بحذف النون الاسم المفرد واحد جمع التكسير الثاني جمع المؤنث السالم الثالث الفعل المضارع الرابع كل هذه ترفع وعلامة رفعها الضمة تنصب وعلامة نصبها الفتحة تجر وعلامة جرها الكسرة تجزم وعلامة جزمية السكون إلا ما استثني وهي ثلاثة أشياء إذن الفصل الذي سيأتي سيكون الكلام على المعربات والفصل الذي مر الكلام فيه على العلامات وهذه طريقة أخرى من المؤلف ليثبت المعلومات ولذلك قال بعض الشراح عن هذا الفصل الذي سيأتي إنه أساس العربية من أتقنه أتقن شيئا كثيرا في النحو واضح؟ فنشرع في الفصل الجديد بارك الله فيكم هذا يحفظ يحفظ جيدا كما تحفظون الفاتحة تحفظ الفاتحة ولا طيب قال فصل جميع ما تقدم من المعربات قسمان السؤال جميع ما تقدم من المعربات قسمان السؤال ما هي المعربات؟ المعربات شيئا الاسم الذي لم يشابه الحرف معرب لأن الاسم إذا شابه الحرف بني المعربات شيئا المعربات شيئا الأول الاسم الذي لم يشابه الحرف لأن الاسم إذا شابه الحرف بني صح الثاني الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد هذه المعربات هذه التي تراها في السبور أمامك هي المعربات إذن ما هي المعربات؟ المعربات شيئا الاسم الذي لم يشابه الحرف لأن الاسم إذا شابه الحرف يبنى وقلت لكم الاسم إذا شابه الحرف يبنى وإذا شابه الفعل يمنع من الصرف جيد؟ طيب الشيء الثاني من المعربات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون النسوة نون الإناث ولا نون التوكيد لأنه إذا اتصل به نون الإناث بني على بني على بني على السكون وإذا اتصل بآخره نون التوكيد بني على فتح واضح إذن هنا لما قال فصل في جميع المعربات سيتكلم على ماذا؟ سيتكلم على الاسم الذي لا يشبه الحرف والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد هو سيتكلم عن هذا هذه المعربات قسم يعرب بالحركات قسم يعرب بالحركات ما هي الحركات؟ الضمة والفتحة والكسرة لا وليس السكون أثبت ليس السكون السكون عدم حركة قلت لكم مرارا السكون عدم الحركة السكون ليس حركة قسم يعرب بالحركات ما المراد بالحركات؟ الضمة الفتحة الكسرة قف السكون السكون ليس حركة السكون عدم الحركة فهمتم من الشيء خلاله؟ طيب وقسم يعرب بالحروف ما هي الحروف؟ الواو الألف الياء والنون ثبوتا أو حذفا إذن هذا المراد بقولي هنا بالحروف طيب بعد ذلك قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمراد لم يتصل بآخره ماذا؟ ما المراد لم يتصل بآخره شيء؟ ما المراد لم يتصل بآخره واو الجماعة آلف الاثنين يا المخاطبة لأنه إذا اتصلت هذه الثلاثة بآخر المضارع لا يعرب بالحركات هو يتكلم عن المضارع الذي يعرب بالحركات واضح؟ سيعرب حينئذ بإيه؟ بالحروف بثبوت النون رفعا وحذف النون نصبا وقزما طيب أعيد قراءة العبارة فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها كلها ترفع بالضمة إيش كلها؟ من هذه كلها؟ الإسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وهنا هذه العبارة ظاهرها أن السكون حركة وقد تقدم أن السكون عدم الحركة بسم الله قال وكلها ترفع بالضمة صح؟ كلها الأسم المفرد يرفع بالضمة؟ جمع التكسير؟ نعم جمع المؤنث السالم؟ نعم فعل المضارع؟ تنصب بالفتحة؟ المفرد ينصب بالفتحة؟ نعم وتخفض بالكسرة؟ المفرد يخفض بالكسرة؟ إذا كان منصرفاً إذا النازل يحتاج إلى تقييد صح؟ جمع التكسير؟ إذا كان منصرفاً جمع المؤنث السالم؟ يخفض بالكسرة الفعل مضارع لا يخفض أصلاً يخفض بالسكون؟ يخفض بالسكون؟ نعم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ولم يكن آخر حرف علّة جميل طيب الكلية هنا لما قال وكلها هل هي قوله هنا وكلها هل هو من باب الكل أو من باب الكلية؟ ولماذا؟ الذين درسوا السلم سلم الأخضرين وكلها هل هو من باب الكل أو من باب الكلية؟ ولماذا؟ الكل لماذا لأن الكلام على المجموع لا على الجميع الكلام ليس على كل فرد من الأفراد واضح بدليل بدليل أن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة مثلا بدليل أن الإسم المفرد وأن جمع التكسير الممنوع من الصرف يعني سواء الإسم المفرد ممنوع من الصرف أو جمع التكسير ممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة إذن الكلام هنا هل على كل فرد من الأفراد أو على مجموعها أو على مجموع التقسيم على المجموع ليس على كل فرد صح وإذا كان الكلام على المجموع هذا يسمى كل أو كلية كل صح ماذا قال العلام الأخضر في السلام والكل حكمنا على المجموع والكل حكمنا على المجموع واضح ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم لكل فرد فإنه ما كلية قد علم ففرق بين الإيش الكل والكلية في عندك كل وفي عندك كلية وفي عندك كلي والكل شيء آخر هذا إيش تعرف الكل ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه شوف العلوم مترابطة هكذا قال العلام السقاف والعلوم مترابطة آخذ بعضها بعض دي بعض تمام نعم ولديك ستقد في بعض الشراح لما جاء إلى هنا قال وكلها قال هذا من باب الكل من باب الكلية ونت بتحسبها كلمة عادية بتمشي عليها لا تعرف أن هذا مصطلح خاص في علم آخر هو علم المنطق طيب نرجع إلى هنا وكلها ترفع بالضمة وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء وخرج من ذلك ثلاثة أشياء إيش الذي خرج خرج عن ماذا خرج عن كون الفتحة أما الرفع أما الضمة الضمة علامة على الرفع كلها ترفع بالضمة ما خرج شيء قوله هنا وكلها ترفع بالضمة هذا لم يستثنى منه شيء أين الاستثنى خرج عن قوله وتنصب بالفتحة هناك ما ينصب وعلامة نصبه غير الفتحة وفي قوله وتخفض بالكسرة هناك ما يخفض وعلامة خفضه غير الكسرة وقوله وتجزم بالسكون هناك ما يجزم وعلامة قزمه غير السكون إذن هذا الاستثنى في قوله وخرج من ذلك يرجع إلى الثلاثة الأخيرة غير قوله وكلها ترفع بالضمة لأنها ترفع بالضمة هذا لا يستثنى منه شيء التضحي شيوخ قال وخرج من ذلك ثلاثة أشياء الأول الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير صح مفردا كان أو جمع تكسير الاسم الذي لا ينصرف مفردا مثل تقول نظرت إلى سلمان صح أو لا نظرت إلى سلمان هذا ممنوع من الصرف أو جمع تكسير يقول هدم اليهود مساء هدم اليهود لا هذا مفعول به لا ايش بتقول مثلا أساء اليهود إلى مساجد غزة تمام أساء اليهود إلى مساجد غزة هنا مضاف طيب قال أو تدخل عليه ال كالآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد أو جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة جمع المؤنث السالم ينصب بإيش بالكسرة من يعطيني مثال أحسنت إلى لا تقول مثال أكرمت الطالبات الطالبات صح منصوب علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخر هذا مستثنع الأصل أنه ينصب بالفتحة جيد بعض الكوفيين قالوا إن جمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة بعض الكوفيين بعض علماء النحو من أهل الكوفة قالوا إن جمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة على القاعدة طيب في المثال السابق كيف ستقول أكرمت الطالبات أكرمت الطالبات الثالث والفعل المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره نحو لم يرضى لم يرضى إذا تسكت لم يرضى تمام تقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة قزمه حذف حرف العل وهو لم يرجو أو لم يرجو تقف أي يرجو مضارعه يرجو إذا دخلت عليه لم لم يرجو تمام فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة قزمه إيش حذف حرف العل وهو وهو الواو قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع المثنى وما حمل عليه أي ماء الحقبه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه أي ماء الحقبه والأسماء الستة والأمثلة الستة فأما المثنى سيذكره الآن تمام ونحن نجعله إن شاء الله عز وجل في مفتح الدرس القادم والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين